صحتي في مكلتي وفقرة التغذية اليوم معنا مشكورة دكتورة فدوى بالوك الأخصائية في التغذية وفي الحمية بالدار البيضاء واليوم غادي نتكلموا على احتباس السوائل دكتورة فدوى صباح الخير وشكرا جزيلا على تلبيتك للدعوة صباح الخال أخت حنان صباح الخال مستمعي الكرام حين تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال شكرا لك دكتورة فدوى إذن كنت سمعوا بزاف باحتباس السوائل في الجسم أو لا ما يسمى ربما الوظمة دي خلال البحثينا القناة تسمى كذلك الوظمة أو لا اللي كانت تكلموا عنها كثير ولكن ربما ما تنعرفوش نوى احتباس السوائل معنا دي الحتباس السوائل شنو كنعنيو بيعاب الضبط دكتورة فدوى فاكد بمسي لا غير تنسيون دو أو الاحتباس دي الالسوائل خطفا من كنظر احتباس دي اللماء لأن الماء كيكون دائما لباس جميع السوائل نعم هو احتباس دي الليكيد في المليو انترستيسيال كيكون تقريبا كان نحضر في تحت دي الالجلد يعني كيكون الجهاز المفاوي دي النام كيخرش او لا دي الاب يخصل عندنا الاحتباس مكيخرش هدوك سوائل مية في المياه وبالتالي كتبقى محتبسة في الخلايا تحت جلده اه 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 هاد الاحتباس دي الالما عنده بزاف دي الاسباب اه الاحتباس او الحاجة اه مشي اي واحد مثلا تيبلي راسو عنده مثلا او لا اه غير كي يشوف راسو هكا فيه من فوق يقول لها عندي احتباس دي الالما لا نعم بالاحتباس دي الالما ضروري كنعرفوه اه سوحنا كنشوفوه يعني كندرو تشخيص اه وكنندرو يعني واحد طريقة باش كنقدرو نعرفوه اه عن طريق عني لوجاك مستيك الانضغم المطلسة ليه يخبرنا نعرفوه اه 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 صنع نقص بعض البعض اه بواحد طريقة عن الجسم دي الالما seguنتنا عرفو بين اذك الانضغم عنده احتباس والله اه اول لا ضغير اولا كي قنارون نعرفوه دولا امبتانس متخي اللي هو هحداك الازد كل التست اللي كندروه ف تكن لزان اللي كي اعطينا التكوين دي الالجسن يعني لكثيف الأرمان sensible دياله اه شحل في ديال دهوان جححل في ديل النيوز كتح الفيديو البروشينات الى غير ذلك وكي كانا ايضا نحن فيه النسبة ديال الماء وشاندو ماء يعني زائد او لله في الخالية يجيرو وبالتالي هادو طرق كان قدرنا عرفوها كان قدرنا عرفوها ايضا ببرانته وقتور يعني كان بعض الاشخاص اللي كيقول لك خطوصا عن النساء كان لحظوا واحدة عند الرجال وكي نزاف النساء كيقول لك مثلا كيتنفخوا الياه جديا او كيتنفخوا الياه جديا على غير عادة او لما تصبح كان نود كالقراصي من فوخة وجي مثلا من فوخ يبتين من فوخين اتترى كالدوز واحدة دلوقت عاد كيبدأ يعني كددد دول دورة دموية عندي عاد كيبدأ وتنهم شي شوية ذات الانتفخ كان لحظواتها عند الناس اللي كيكون عندهم ارتفع ضغط الدم كيكونوا يقدروا يعاني جوما بالاحتباس سويتا عن بروبليم مثلا دوتنسيوني يعني كيكون لاتنسيون منهم قداش اما كيكون تعرض مثلا الشي ضغط نفسي اما كيكون كيكل مثلا من الحب زاف او لا بعض المواد اللي هما كيجروا الماء وبالتالي كيكون هذا الانتفخ نعم نلاحظو واحدة عند الناس اللي كيكون عندهم مشكلة الكلاوي يعني ان الكلاوي ديل هما كيسفوش من ديانهم كيخرجوش سوائم بسف وبالتالي كيكون احتباس ديال داك الماء في بعض الاعضاء ديال الجسم ديانهم دون كيحتاجوا من بعد تصفية ديال الدم أو اللي كيحتاجوا بعض الأدوية اللي باتكتوا من الطبيب ديالهم يقدر يعطوهم باش يعاونهم يخرجوا هادك الماء كيقدر يبان عن الناس اللي عندهم مشاكل هرمونية تكوطون عند النساء مثلا كيقدر يبان في سن معينة مليكة تبدأ الترابة ديالهرمونات ربما نعم يعني مليكة تكون بعد في سن معينة ربما عند النساء ملي كيبدأ الترابة ديالهرمونات ربما اكزاكتو ملي كيكون ترابة الهرمونات كيقدروا اللحظوها مثلا عند النساء اللي كيكونوا فوق خمسة واربعين سنة كيبدأ يبانوا عندهم تكلب وفيد وشعلوا وكيكون لهم ليحسي بس ديال الماء نعم أو لا عند النساء اللي كيكونوا دونك توطاج عندهم مشكلة في هرمونات أو لا مثلا كيعالجوا إلى شي مراد مثلا تكيوسمع فيضاء أو غير ذلك كيقدر يبانوا هاد الأعراب يعني كيلي كيكتوات بلندو في الهرمونات أو لا مثلا او لا مثلا ان پريمانسترياشو واحدة اين سمين قبل مثلا الهرمونات كيقدروا يبانوا هاد الأحتيباس وبين سور اللي كتير كيبانوا عند الناس اللي كيكونوا عندهم زيادة في الوزن وخصوصا النساء اللي كي يعانيوا زيادة في الوزن كي يعانيوا خصوصا واحد السونا نقولوا مفريطة مفريطة كي تزاد عندهم اللي كي تحبس بزاف السوائل كي للي ما تتحبس بزاف كي يكون عندها الاحتباس ولو تزيد غير كيلو ولا جوج كيلو يعني كل واحد والجسم داله لحسب طريقة الترطيب ايضا وبالتالي كيبان عند الناس ايضا اللي ما كيشربوش المام ديان واللي كيبان لك بانهم مثلا الجلد ديالهم كينا واحد لادة دي دغطات يعني كينا واحد الجفار وكيبدي يكون الاحتباس ديال الماء كيبان الاحتباس ديال الماء حتى عند الناس البيخسون زاجي يعني الناس المسندين اللي كيكونوا ما كيشربوش الماء واللي كيبدو كينقصو في المسكول يعني العضارات ديالهم كيبدو كيدوبو وكيكون عندو محدة لفونت مسكولية دوك اللي بروتيين كيبدو كيجروا الماء وبالتالي كيبديو يديروا واحد الانتفاخ كنقولو احنا يا انفوس بريزة بوا اللي هي واحد ديالة الوزن ولكن خاطئة خاطئة على شكل الماء الجسم كيبدو كيحبس الماء وصولة الى كانت انضم يعني جفاف اللي هو والادي اللي كانت تكون تخيز امبورتان كنلاحظو بارفو عند سختان سبورتف اللي كيكونوا كيجروا المسكوليشون كيياكلوا حتى نسبة كبير للبروتين كيقدروا يعنيوا واحد الفترة من الاحتباس ديال الماء الى كانت بزيكي اللي بغ تغوى من ناحية لزابور ديال الماء ومن ناحية حالة يدخلو شالجي خرجوا جسم دلو فهذه حالات يعني قليلة ولكن كتكون تخفوة عند هالنوع ديال كيفاش الانسان الاعراض اللي ممكن نعرفو بها اننا نحتباس ديال الماء كيف قلت اول حاجة كيقولك الانسان انا كان حسد رسي من فوق يعني كان المنفوخ خصوصا يديو أرجلي بطريقة غير طبيعية ربما بطريقة غير طبيعية بالنسبة للناس كيكون زيدين في الوزن فكيكون عندهم واحد الاحتباس يعني الانتفاح كيكون كنتينو أرجليهم دائما منفوخين ومسلا نيكيف يقف في الصباح من الناس كيباني اليوم وجوهم بغير ما هو منفوخ هي وحد الفرقة لديها لأنه دوون وماء الماء من كيدي الإنسان كيتمشى أو لا كيدي الحركة أو لا غيضو الدورة الدموية أو لا غيشها بالماء وغيبدي خرج الماء كيدي حس براثه كيتفش بطريقة من كتكون مثلا زيادة في دهون فممكن شغال غان تمشى وغان أدو واحد ساعة أو لساعتين غان غان نخصو فالخ الدهون فمشي الفكرة أول حاجة خاصة يكون الانتفاح يعني موضعي كيكون في بلايس محددة خصوصا في المنبر عن فغير نعم كيكون من بعد تناول بعض المواد أو لا مثلا نقص في الماء إن كيكون الإنسان ما كيشربش الماء منيان مدة طويلة ما بقاش كيشرب بساف وكيحس بهذا الانتفاح كي بلت موضعي خصوصا إلا طول في الجلسة إلا بقى غالسوا مدة طويلة نعم أو لا غالس في واحد لابوزيسيون مثلا الناس كيقصو في البيروح المدة طويلة كيبدوا يحسوا بغيمة ومعندهم مشكلة مثلا ديال دورة دموية ولكن مع ذلك الزيادة في الوزن كي أدير هذا الانتفاق والإحتباس دلمة الناس اللي كيكونوا كيتناولوا ببروتينات بزاف كيقدرون يعرفوا بهذا الابيران في مدخي بأنهم عندهم احتباس دلمة الناس في فروف وخصوصا كان حسب الجسم منفوق بزاف وبحلة فيها ديقة يعني بحلة غاجين نحيد حو يجي بحلة ضايقة بيا ألغت أنا هو يعني في الوزن مثلا في الميزان هو ولكن كان حسب راسي منفوق ومني كانت تعبر كالقراسي في الميزان هو هذا نفس الوزن نعم نعم خلايا الدنيا هم يحبسون الماء نعم لأنهم يحتاجون نسبة كبيرة الماء وبالتالي كنلاحظو ها بصداف عندنا كيكونوا دارين حيمية ينقص في الوزن يبدو يتفشون يعني يبط الماء ويحسون برسم يخرجون الماء أكثر نعم نعم كيف يمكننا تخلص من احتباس الماء نعم اللي تمسحو بها في حالة الماء النعم يتبع الماء يتبع الماء ينقص ١٠٠٠٠٠٠٢ ال١٦٠٠٠٠٠٠ فيه الواد اسموز وبالتالي كل ما يشرب الماء وأن الماء يتبع الماء ثالث في الخليا دي الماء يتبع الماء وبالتالي هذه الان أن تبع الماء ال impat취 للسيستم الماء يعطينا أنها ستضل عن طرف في كيلي وغادي تدود الكفرية وغادي تخرج بالجسم دينا. باركونتك تكون لها كونسنتراشون قليلة ما كتكونش كافية باش أنها تطلع لنا باغ لسيستم للمفاتيك وبتالي خرجها بالجسم دينا. لونك أول حاجة نشربو الماء بحطة طريقة كبيرة. نشربو الماء كل ما قدرنا. يعني سابقالي جسكا تخوالي تخبير بيانسور إلا ما كانت جاننا مشكل ديال كيلي وما كانت جاننا يعني دي كنتران ديكاسون نشربو الماء بحطة كيمية كافية كنتفادو أو الحاجة المواد الماليحة يعني أي حاجة كتحتاجوا للملحة لأن الملحة كتكونسنتر الماء وما كان نقولش الملحة يعني الملحة ديريكت فالملحة كان هدرو على التوسكي مثلا مخلال التوسكي اندوستريال مواد يعني مصنعة فيها للملحة كل ما هو فاست فود يعني مواد اللي كتكون يعني غنيب الملحة أوكلات سريعة غنيب الملحة غنيب الدهون غنيب بروتينات أيضا هذوك المواد كلهم كانت فادوهم حتى بعد العواصر وبعد المواد اللي كيكونوا في المعلابات كان حاولتهم نقصوا منهم حتى شوي شوية و كيف قلت نقصوا في الملحة نقصوا في الماء وكان نقصوا أيضا حتى في البروتينات لكن كانت الإنسان داردك لتست دامتدانس متخي وكان القوي بأنه عنده احتباس دي الماء عنده ارتفاع أيضا بنسبة للبروتينات ونسبة للعضالات اللي لما تطافعها بالساس خصوصا في الماء كيكون هذوك شي تهوى سبب أنه كيدير حتى بس دي الماء وخصوصا في ذلك فدوك اللي باقتين اللي فيهم عضالات بزاف وبالتالي كنبدأوا نقصوا بنسبة للبروتينات باش كينقص لنا أنها كتجر لنا الماء وبالتالي العضالات دينا كيبدأوا ينقصوا شي شوية وكتبدأ السيدة يعني أو السيد كيخرج هذوك الماء اللي كيكون زايد في الجسم الألياف والمواد اللي غنية بالبوتاسيوم هي اللي كتخرج لنا الماء والبوتاسيوم هو اللي كيعاجنا على أننا نعالجه هذا الاحتباس للماء وبالتالي ضروري أننا نتناوله بالتالي الألياف الغذائية خصوصا هكا على شكل فخي يعني خضر طريع فوكي خارج الواجبات تكون بالقشرة ديالها خصوصا مثلا الموز تفح الأصفر أو تفح الأخضر بعد أنواع دي الحواميد منهم مثلا بحل المندارين اللي في خيغوش أيضا هذو كلهم كيحتويوا نسبة كبيرة ديالبوتاسيوم وبينشغل خوضا الخضراء خوضا الخضراء اللي أفاي اللي فيهم الورقاء بحل خبزة بحل ترجلة بحل لبيخضراء بحل مواد اللي كيكون فيهم الورق كيكون غنية بالبوتاسيوم وبثاني قدروا نضيرهم مثلا عاصير هكا كيف ليتخضر نخلطهم مع فاكيا ونشربهم خارج الواجبات نقدروا أيضا ناخدهم مثلا كفالاتات أول جل وجبان أولا ناخدهم مثلا مع يوغور طبيعي أو لمواد اللي كان مكانش عمنا زيادة في البروتينات دونك نسبة البوتاسيوم فتكون طالعة عندنا الألياف الغذائية يوميا وممكن كي نبع المواد اللي كي عاملونا أيضا على إدرار الماء خلصا على حرق الضهور إدرار الماء مثلا الحامض كان نسحبه بالزاف لأنه يتزاد مثلا فأتي يتزاق في الماء الهالي من الإنسان غير يشربه ممكن نستعملوا أيضا زنجابير الطريقة هو كان زيده في الماء أو الشاي أو في السواء اللي ممكن يشربه بيهن ستوق إلا كان الإنسان ما عندوش ارتفاع في الضغط إذا كان ارتفاع في الضغط كانت فادوا يعني مادة الزنجابير الطريق كان قدرنا نستعملوا أيضا الكركم الكركم الطريقة هو كيعاوننا تخطوه بالنسبة للناس اللي كيعاني وبيحتباس دي الماء وعندهم أيضا دي بخوبليم أختيكوليخ يعني بحل روماتي بحل بحل بوغوز بشكل في المفاصل في المفاصل كان الصحوبة هو كيعاون في احتباس دي الماء وكيعاون في طريقة ديال يعني تناول أو استهلاك الكركم دكتورة فادوا فكان ناخده الطريق وكان نحاول أننا نحكو حتى شوية ما تفوتش يعني قياسة ربع ملقة صغيرة شوية في السائل اللي بغدا نشربه مجالا في الماء أو لف الشاي تبحث برد الحال أو لف انتزان مثلا أو لف مثلا نقدر نزيده ثلاث سوب إذا خلنا نشربه ثلاث سوب مثلا تكون فغير القضار هذا طريقة نعم نتناوله بها ما قدرنا نتناوله طريق ناخده مثلا جوز مرات في اليوم أو لها أحب وحده في النهار على حسب نوع المكمل اللي شرينا وبالتالي هاد يعني هاد النصائح كلها خط الإنسان يديرها كاملة في نفس الوقت يعني كل شيء يديره في نفس الوقت وخصوص صبر على أن الجسم يديره منيوم عندما حتثة تلثات الأسابيع عاد كي يبدأ الجسم كي يحس أو الكي يبدأ الإنسان كي يحس يرجع للسيستم اللمفاتيك النغمال للجسم ممكن نحاون أيضا تصريف اللمفاوي حصص للتصريف اللمفاوي كي يعاون مثلا الناس كيكون مزيدة في وزن كبيرة أو لا كيكون لديهم مشكلة في هات احتباس ما كيحرفوش أو لا هاتش ما قدش ليهم كنصحو بحصص للتصريف اللمفاوي كتدار خارج الوجبات ينسيب إما في أول النهار إما في الخارج النهار باش كتعاون لإنسان أنه الجهاز اللمفاوي كتروده وكتعاون إلى أنه يخرج السوائل في الجسم وكتعاون أيضا حتى على نقصة في الوازن أو لا تصريف كل ما هو سموم من الجسم والغلاكساس أيضا يعني الارتخاء بالنسبة لهذا الحساس تنك يعني وما حساس مفيدة يقدروا يعاون الناس لإحتباس وهذه المشكلة بعجلنا دكتورة فدواء للوقاية من احتباس الماء والسوائل شنو خصنا نجيرو خصنا نشربو الماء نشربو الماء كي بزاف ولو بات الناس كي يقول لك لا أنا ما كان بغيش نشرب الماء حيث ما كان بغيش نمشي بزاف مثلا لتواريط عددكم الله خصنا نشربو الماء الماء هو الأساس باش كيعاوننا على تدريب الجهاز لنفاوي دينا وسنتفده ونزيده في الوزن خصوصا في الدونيات لأنه النساء كيكون عندها علاقة كبيرة مع الجهاز اللنفاوي وسنحاول أننا دائما نخليه يعني البشرة لأنك تنفس يعني يعني نعرقه لماكسيموم حيث لشنخرجه يعني النشاط البداني النشاط البداني بوانا كيعاون أيضا على تدريب الجهاز لنفاوي دينا وبذلك نتفده المشاكل اللي كتقدر تأطر على جهاز اللنفاوي أنه مثلا فاش كتكون نقصان في المناعة أو نحن لأنه مرض مزمين كيولي جهاز اللنفاوي تهوى كيتأطر خوضوصا لك أنك ناخده بالزفزي الأدوية والزفزي المكملات والزفزي المواد فكيولي يعني لأنه مشكل أن الإنسان أو الجسم أنه يصرف هدوك السموم كامل اللي في الجسم وبذلك الجهاز اللنفاوي كيتأطر شكرا لك دكتور فدوى بالوك الأخصائية في التغذية والحيمية بالدار البيضاء شكرا جزيلا على نصائحك القيمة على تلبيتك الدعوة ولفرصة قديمة بحول الله خليكم معنا مسمع